بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدني وفي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم أفضل صلواتك على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واشرح اللهم صدري ويسر لأمري وارزقني نعمة الإخلاص وقني فتنة النفس والهوى وجنبني مزالق الشيطان إنك نعم المولى ونعم النصير نتابع قراءتنا في هذه الحلقة الواحدة والأربعون من كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله وكنا قد بدأنا الكلام حول معركة بضر ونتابع في فقرة بعنوان في أعقاب بضر شدها العرب قاطبة للنصر الحاسم الذي ناله المسلمون في بضر بل إن أهل مكة استنكروا الخبر أول ما جاءهم وحاسبوه هديان مجنون فلما استبان صدقه صعق نفر منهم فهلك لتوه وماج بعضهم في بعض من هول المصاب لا يدر ما يفعل وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبه بعارها استبعد مشرك المدينة ويهودها ما قرع آدانهم من بشريات الفوز وذهب بعضهم إلى حد اتهام المسلمين بأنهم ما يداع عن نصرهم محد اختلاق وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد فسقط في أيديهم وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافر بإزاء المسلمين بعد هذا الغلب الذي مكن للإسلام وأهله وجعل سلطانهم مهيبا في المدينة وما حولها ومد نفودهم على طريق القوافل في شمال الجزيرة فأصبح لا يمر بها أحد إلا بإذنهم فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم يداوون جراحهم ويستعيدون قواهم ويستعدون لنيل ثأرهم ويعلنون أن يوم الانتقام قريب ولم تزدهم الهزيم إلا كرها للإسلام ونقمة على محمد وصحبه واضطهادا لمن يدخل في دينه فكان من ينشرح صدره للإسلام يختفي به أو يعيش ذليلا مستضعفا ذلك في مكة حيث كانت الدولة للكفر أما في المدينة حيث المسلمون كثرة مكين ظاهرة فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق الدس والنفاق والمخاتلة فأسلم فريق من المشركين واليهود ظاهرا وقلوبهم تغلي حقدا وكفرا وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي وروا أسامة بن يزيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأدى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو الذي أمره الله به حتى أدن فيهم حديث صحيح فلما غزى بدرا وقتل الله فيها من قتل من صناديد قريش وقفض رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه منصورين غانمين معهم أسراهم قال عبد الله بن أبي ومن معه من المشركين عبدت الأوثان هذا أمر قد توجه أي استقر فلا مطمع في إزالته فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا على أن الخداعة لادى به فريق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق آخر من اليهود بسخطهم على محمد وألمهم للهزيمة التي أصابت قريشا في بدر بل إن كعب بن الأشرف من رجالات اليهود أرسل القصائد في رثاء قتالهم والمطالبة بتأرهم ولقد اتسعت شقة العداوة بين المسلمين واليهود إثر هذا الموقف النابي ثم حاول اليهود أن يحقروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام مما مهد للأحداث العنيفة التي وقعت بعد ودفع اليهود ثمنا من دمهم أفرادا وجماعات أما البدو والضاربون حول المدينة وعلى طرق القوافل فهم قوم همل لا يهمهم شيء من قضايا الكفر والإيمان إنما يهمهم اكتساب القوت من أي وجه والحصول عليه ولو عن طريق السلب والنهب وتاريخهم الحديث من قوافل الحجاج شاهدوا صدق على أنهم لا يرعون حرمة ولا يخشون إلا القوة ولولا بطش السعوديين بهم ما أمن طريق الحج قط وقد سبق لهم استياق نعم المدينة وما ورثوه من جاهلية طامسة جعل قلوبهم مع مشرك الجزيرة وقد ذعروا لانتصار المسلمين في بدر وأخذت جموعهم تحتشد تبغي انتهاز فرصة للإغارة على المدينة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهض إلى جموعهم فشتتها ولم يلقى في إرهابهم متاعب ذات بال نقف عند هذا الحد في الحلقة المقبرة سنبدأ قراءة في فقرة أخرى بعنوان بدء الصراع بين اليهود والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته